اشتركوا في القناة منبرا حرا لكل اليمنيين وان تلامس همومهم وتطلعاتهم وتشاركهم افراحهم واتراحهم اتمنى ان تستمر قناة اليمن بعداءها وزخمها كما بدأت الى اليوم وان تتوخى المهنية والمستقيم وهي قناة لكل اليمنيين واليمنيات وفي سبيل ايصال الرسالة الاعلامية السامية المعززة لقيام السلام والمحبة والوئام على حساب الابواق المسعرة للحرب والانقسام ارتقى عدد من الزملاء شهداء وهم يؤدون اعمالهم بكل تفان واخلاص صوت القناة الذي هندسه مدير الصوت السابق في قناة اليمن اليوم الاستاذ محمد السكري لم يخفت رغم الرصاصات الغادرة التي ازهقت روحه وظلت القناة متوهجة وبحلة بهية رغم الغياب القسري لفني الاضاءة عادل عبد الرقيب قبل ان يغيب الموت الدكتور ناجل همزا المدير الفني والاسبق الزميلة نهل الجبلي تركت بصماتها الواضحة من خلال عملها في قسم المنتاج قبل ان يصدم طاقم القناة بخبر وفاتها المفاجئ في احد مستشفيات العاصمة الصنعاء محمد شمسان المذيع في اذاعة يمن اف ام والمراسل الاخباري في اليمن اليوم فاضت روحه الى بارئها وهو في الميدان ينقل معاناة المواطنين جراء الحرب المستعرة في البلاد حيث تسببت الغارات الجوية على حي عطان في العشرين من ابريل الفين وخمسة عشر بوفاته رفقة طاقم حراسة القناة مونير عقلان وحزام علي محمد زيد وامين احمد يحيا مسؤول الشؤون المالية اثر الدمار الهائل الذي طال مقر القناة الزميل عمر عبد العزيز الحميري وظف الرصد الاذاعي والتلفزيوني في الصرح الاعلامي الحر وفاه الاجل منتصف العام الفين وستة عشر قبل ان يفجع طاقم القناة بالرحيل المفاجئ للمذيع نبراس عامر في العاصمة المصرية القاهرة اثر مرض عضال الم بها في ذروة تفشي فيروس كورونا ما مثل خسارة اضافية للقناة ولان السير على طريق الحقيقة كان وما يزال وسيظل محفوفا بالتضحية تلاش الصوت الناقل لآلام وجراحات أبناء الساحل الغربي بوفاة الزميل شرف الشمري اثر مرض عضال ألم به منتصف العام المنصر وما يزال مصير مراسلنا في حضر موت محمد المقري مجهولا حتى اللحظة دون توافر أي معلومات عنه عقب اختطافه على أيدي عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في أكتوبر 2015 التضحيات الجسام التي يقدمها كوادر وأعضاء قناة اليمن اليوم لم تكن إلا حافزا لإيصال الرسالة الإعلامية كاملة دون اجتزاء رسالة تحضر فيها مصلحة اليمن الأرض والإنسان في المقام الأول وفوق كل اعتبار وكما كانت إحدى عشرة سنة حافلة بالتغطية الإعلامية المتميزة يؤكد الزملاء الحاليون بأنهم خير خلف لخير سلف وأن العام الجديد سيحمل المزيد من البذل والعطاء وخدمة الحقيقة أينما كانت وتسليط الضو على هموم وتطلعات المواطنين في مختلف محافظات الوطن